للحديث أكثر حول تحذيرات الرئيس الروسي من أي تدخل أجنبي في الانتخابات المقبلة ينضم إلينا من موسكو الكاتب الصحفي أندري أنتيكوف مرحبا بك أستاذ أندري على ما تستند برأيكم هذه التحذيرات من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما هي مبرراتها قبل إجراء هذه الانتخابات الرئاسية بمارس المقبل؟ بصراحة توجد هناك المخاطر في عديد من المجالات وربما سلطاتها الروسية تأخذ ذلك في عين الاعتبار من بينها مثلا مجال السبراني بسبب أن التصويت في روسيا يمكن أن يكون وفقا لخيار الناخب إما عن طريق سانديق الاقتراء أو إلكترانيا فطبعا دائما عندما نرى الأحداث مهمة في حياة السياسية وغير السياسية في روسيا في كثير من الأحوال تتعرض الكمبيوترات في روسيا للهجمات السبرانية نفس الشيء يتعلق بالانتخابات الرئاسية فلذلك هذا هو أحد التحديات التحديات الثانية يتعلق بالمجال الأمني هذا شيء واضح تماما روسيا لا تزال تجير العملية العسكرية في أوكرانيا فنحن لا يمكن أن نستبعد محاولات للإجراء العملية الإرهابية ليس فقط في المناطق الأربع الجديدة التي انضمنت لصفوف الأرادة الروسية بل بشكل عام في الأرادة الروسية عموما فأيضا توجد هناك تحديات السياسية والإعلامية ستكون هناك محاولات لتقول للناخبة الروسية بأن هذه الانتخابات ليست إلى المسرحية أو ستكون هناك محاولات لبدأ المظاهرات غير الشرعية توجد هناك عديد من التحديات والسلطات الروسية مجبرة لتاقص هذه التحديات في عين الأثبار من بينها وقبل كل شيء هذه التحديات تتعلق بمجال السيبراني كما قلت ومجال الأمني من هي الجهات التي توجه إليها هذه التحذيرات؟ وما هي أنت تحدثت عن مخاطر في المجال الأمني في المجال السيبراني تدخلات خارجية لمن وجه رسالته بشكل مباشر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما يتحدث عن قوانين ستقمع أي تدخل أجنب خارجي؟ هي رسالة للجميع بالنسبة للشعب الروسي ويقول بأن نعم ستكون هناك الانتخابات ولكن هذه الانتخابات توجد لديها احتمام متزايد من قبل عدة تدول غربية قبل كل شيء من قبل الولايات متأهلة الأمريكية دولة الأوروبية وأيضا أوكرانيا تبعا وقد تكون هناك محاولات لخرق عمال هذه الانتخابية سيبرانيا سياسيا أمنيا حتى وثانيا هذه الرسالة إلى الخارج وتقول هذه الرسالة إلى أن روسيا تدرك هذه التحديات ومستعدة لتحمل نفسها عن مثل هذه الهجمات والتحديات الأمنية والسيبرانية وغيرها هل يمكن أن تقدم لنا سيد أندري تفاصيل إضافية حول كيفية ربما استعداد روسيا لمواجهة أي تدخلات خارجية ما هي هذه القوانين الروسية التي تحدث عنها الرئيس بوتين والتي قال أنه سيستخدمها لقمع هذه التدخلات الخارجية بشدة أولا إذا تحدثنا عن المجال الأمني فمن الواضح أن كل العملية الإرهابية ليس فقط في روسيا أو حتى تهدير للعملية الإرهابية ليس فقط في روسيا بل على ما يبدو في كل دول العالم هي الجريمة فيجب أن تكون معاقبة مثل هذه الجرائم من قبل الاستخبارات الروسية والأجهزة الأمنية الروسية ثانيا إذا تحدثنا عن المجال الأمني فطبعا ستكون هناك مواجهة هذه الهجمات المحتاملة من قبل الأجهزة الأمنية الروسية كذلك ولكن من الصعب مؤاقبة المنظمية هذه الهجمات بسببا بالعادي هم موجودين في الخارج وأيضا فيما يتعلق بالمظاهرات غير الشرعية أنا ذكرت قد تكون هناك مظاهرات غير الشرعية فأيضا ستكون هناك منع إجراء هذه المظاهرات وحتى اعتقال المشاركي في هذه المظاهرات فلذلك هناك عدة القوانين الروسية التي تحدد أن العملية الانتخابية يجب أن تجري بدون أي أحداث الاستثنائية بدون أي خرقات بدون أي هجمات سواء كانت سبرانية أو إرهابية وإلا ما هناك يجب أن تكون هناك الانتخابات يجب أن تكون هناك الأرقام والنتائج لهذه الانتخابات وبأس ليس أكثر هل تعتبر هذه التحذيرات بدقيقة لو سمحت جزءا من مناخ دولي أكثر توترا نعم هذا صحيح ولكن أنا أعتقد أن هذه المرة هي تحديات متزايدة بسبب التي تذكرتها العملية الأسكرية في أوكرانيا مستمرة ولكن حتى قبل العملية العسكرية في أوكرانيا خلال الانتخابات السابقة كان هناك محاولات لشأن الهجمات السبرانية في روسيا وحتى بعيدا عن الانتخابات فالاستخبارات الروسية دائما تنشر تقارير بأنها قد تصدت الهجمات أو محاولات لشأن العمليات الإرهابية في مختلف الأنحاء روسيا فلذلك حتى بعيدا عن الانتخابات توجد هناك من وقت لآخر تحديات مختلفة بنسبة لروسيا، بنسبة لمحافظات الروسية، بنسبة حتى لأجهزة الحكومية الروسية شكرا جزيلا لك من موسكو الكاتب الصحفي أندريا أنتيكوف